التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بوفد من شعراء الجمهورية التونسية وذلك في مكتب سموه بدارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية ورحب سموه في مستهل اللقاء بالشعراء في إمارة الشارقة مشيرا إلى مكانة الجمهورية التونسية الثقافية والتي تميزت في العديد من المجالات العلمية والفنية وساهمت في رفض الساحة الثقافية بالعديد من الأدباء والمثقفين والنماذج المشرفة وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة ضرورة التواصل الدائم بين المثقفين والأدباء لمشاركة الفنون الأدبية وتوعية المجتمع والحفاظ على الموروث الثقافي والهوية العربية الأصيلة واستعرض سموه عددا من التجارب الثقافية الرائدة في الجمهورية التونسية والقصص التي عكست التنوع الثقافي والفني المتميز للكتاب والأدباء التونسيين وقدم الشعراء جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الدائم للمبادرات والفعاليات الثقافية في مختلف أقطار الوطن العربية مما يشكل حافزا للمثقفين والأدباء